من جانبه أغرب معالي سيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين باعتباره أول وزير خارجي مجري يقوم بزيارة المملكة وقال الوزير المجري خلال المؤتمر الصحفي أنه أكد خلال محادثاته مع وزير الخارجية أن أمنى واستقرار الشرق الأوسط ومنطقة الخليج مرتبط بأمن واستقرار أوروبا مؤتمن أن الدورة البارزة لمملكة البحرين في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقيامها بتوقيع اتفاق مبادئ إبراهيم وعلان السلام مع دولة إسرائيل كما أعرب عن شكره لمملكة البحرين لما قامت به من مساعدة للمجر خلال جائحة فيروس كورونا وأشار الوزير المجري إلى أن الميزان التجاري بين البلدين الصديقين قد زاد بنسبة 40% منويها بأن هناك اهتماما كبيرا من الشركات المجرية بالسوق البحريني لقد زاد الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 40% والعام الماضي زاد عن 20 مليون دولار هناك اهتمام كبير من الشركات المجرية في السوق البحريني وما يثبت ذلك وجود 48 ممثل شركة معي هنا في منتدى رجال الأعمال البحريني المجري وحتى يكونوا ناجحين وينجحوا في أعمالهم فتح بنك إكزيم المجري إطار قرض من 56 مليون دولار وطبعا قد بدأنا التنسيق اليوم وإن شاء الله في نهاية شهر مارس سوف ننتهي من أعمال التنسيق ونحن في المجر ندعم أيضا اتفاقية التجارة الحرة بين منطقة الخليج والاتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة